كيف حالك؟ هل أنت؟ سمير الحمصي سوري يقضي يومه وهو يلاطف أسوداً محببة لقلبه أو يداعب نموراً أو حيوانات مفترسة أخرى وكأنها حيوانات أليفة في مأوى صغير خاص به للحيوانات في ريف دمشق وتعود هواية الحمصي مربي ومروض الحيوانات المفترسة لنحو 25 عاماً مضت عندما حصل على أول شبل له خلال رحلة مع والده إلى ألمانيا ويقول إنه كان معتاداً على الذهاب مع والده إلى ألمانيا حيث كان يستورد السيارات ومن هناك اشترى أول حيوان مفترس ويستلق الحمصي إلى جانب أنثى أسد مفضلة لديه اسمها شيماء ويتحدث لها كما لو كان يتحدث إلى صديقته ويحتفظ الحمصي حالياً بـ 37 حيواناً مفترساً أخرى في مزرعته بدمشق وتقدم بطلب للاستثمار في حديقة حيوان صغيرة مملكة للدولة في دمشق وينتظر رد حتى يحقق هدفه في إنشاء أكبر حديقة حيوان في سوريا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر